نتكلم ان شاء الله عن التبرعات النقضية في عندك نوعين من التبرعات تبرعات خرة وتبرعات مقيدة نتكلم اول عن التبرعات الخرة ايش معنى حرة تبرعات الخرة يعني بتديك اي مؤسسة مانحة بتديك مبلغ بتقولك انت خر التصرف فيه تبني فيه تشترق اساس تخطه في الصندوق ايش ما بدك انت خر فيه تمام مثلا مثال عن التبرعات مثلا قالك في واحد واحد استلمت جمعية المحاسبة والمراجعين الفلسطيني مبلغ قدره قديش الفين دينار تبرع نقضي من احد الاشخاص واحد تبرع هاي بتقول من حساب الصندوق الى التبرعات التبرعات هنا ايراد طي اي واحد يتبرع على الجمعية ايراد مش بياخدوا مصاري ايراد تبرعات الى من الصندوق الى الصندوق اخد الفين دينار زاد مدين الى التبرعات دائن الفين الفين طيب نكمل كما بلغت التبرعات النقضية المحصلة من اقامة احد المباريات والله الجمعية هذه بتعمل مباريات بتبيع تزاكر بلغ قديش 3000 دينار ها من حساب هاي 3000 من الصندوق الى التبرعات نفس القيد من الصندوق الى التبرعات تلاتة تلاتة هذا المفروض هنا وبعدين هذا هنا مش مشكلة هاي الصندوق الى التبرعات تلاتة تلاتة تبرعات ممكن تكتب هنا مباريات ممكن تكتب اشخاص تبرعات من احد الاشخاص وهنا من احد المباريات كمل وبلغت المصروفات دائما مصروفات مدينة دائما بلغت مصروفات 500 دينار دفعناها من الصندوق اذا من حساب مصاريف تبرعات الى الصندوق 500 500 من مصاريف تبرعات الى الصندوق 500 500 تمام وين هده التبرعات هنا طبعا جفل المصروفات الى الخمسمية في حساب التبرعات طبعا هده القيد مش مطلوب هده القيد عشان اريح هده 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 لخير مش مطلوب بس واحد اتنين تلاته هده مش مطلوب ترخموش حالكو فيه تمام لو انا حط القلم عليه هده مش مطلوب هده ملغي اخر قيد تمام طيب هده بالنسبة للتبرعات حرة سهلة قيود محاسبة واحد يعني حساب التبرعات مش مطلوب التصوير بس قيود يومي بس تمام عندك فيه الان التبرعات المقيدة خاصة ايش مقيدة يعني يا جماعة بتديك مبلغ لبناء مبنى زي انه فيه مبنى في الكلية مبنى المكتبة اللي في الكلية المكتبة هده مبنى منت اربع طوابق اجاه مبلغ قالولي بس بدك تبني فيه مكتبة تمامش فيه ولا شيء ولا تشتري فيه شيء ولا تحطه في الصندوق ولا فيه بدك تبني فيه مكتبة هذا مقيد بقيدك بحاجة لازم تبني فيه مبنى تمام ناخد قيد ناخد مثال مثال رقم خمسة فيه واحد واحد الفين واشين استلمت جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطيني مبلغ قديش عشر تلاف دينار تبرع من احد المؤسسات الخيرية لاقامة مكتبة عامة وتم اداع المبلغ في حساب الجاري لدى البنك فلسطين احطوه في البنك فلسطين عشر تلاف دينار وفي تلاتين اتناعش الفين وعشرة تم الانتهاء من تجهز المكتبة العامة وبلغت التكاليف قديش تكاليف المبنى عشر تلاف يعني عشر تلاف اللي حطوه هن هن قض وكفاية وبنوا فيهن وكلفته عشر تلاف يقدون عشر تلاف وكلفت عشر تلاف خلاص امورهم تمام طيب المطلوب بيان اثر ذلك على الميزانية بيان اثر ذلك على الميزانية بسم الله اول قيد اخدوا مبلغ عشر تلاف دينار اللي هو هذا اخدوا ونحطوه في حساب الجاري في البنك بحطوه بنك راعوا البنك وفتحوا حساب وسموه بنك المكتبة العامة بنك المكتبة العامة له عشر تلاف دينار تمام هنا الى احتياط المكتب ايش معنى احتياطي يعني حطوه لحتياطي لبناء المكتبة حطوه احتياطي لبناء المكتبة بنك المكتبة العامة عشر تلاف الى احتياطي حطوه احتياطي عشان يبنوا في المكتبة طب قديش بلغت التكاليف بلغت التكاليف 10.000 دونار بلغت التكاليف المبلغ اذا من حساب المكتبة العامة الان المكتبة مبنت 10.000 دونار لانه صارت اصل والاصل يسمى باسمه المكتبة العامة وين دفعنا المبلغ هذا دفعناه من بنك المكتبة اخدناه العشرة تلاف اللي كان في البنك اخدناه دفعناه من بنك المكتبة من المكتبة العامة الى بنك المكتبة العامة تمام 10.10 صار اصل عندنا ولا واحد يقول لي تكاليف يروح يقول لي مصاريف المكتبة بجوزش هذا اصل اي مبلغ يندفع الاصل يتحمل الاصل يسمى باسمه مكتبة مش مصروف تمام بعدين يا جماعة المبلغ هذا العشرة تلاف الاحتياطي مش خلص مش راح مش انتهى كان احتياطي لكن بنانا في المكتبة خلص انتهى بدي نقفل كإله بدي يصير من من احتياطي المكتبة الى الفائد العام ايش معنى فائد عام يعني هادي المكتبة صارت عنا فائد اجتنا من باب الله فائد عام من وين اجانا من الاحتياطي يقول الاحتياطي قفل من لانه كان الى صار من قفل خلصنا منه هادي قبل خلصنا منه اذا صار فائد عام فائد عام العشرة تلاف تمام والفائد العام يعني اجانا من تبرع هادي اسم مفادعة طيب مثال ستة تابع طبعا المثال خمسة بالرجوع الى بيانات المثال خمسة ها فرضا بقولك ان بلغ التكليف تجهيز المكتبة اتناعشر الف انت بقول هنا اتناعشر الف هو كانت هناك المثالفات عشرة ابه هنا كلفت اتناعش ودفع ها مبلغ ها المبلغ العجز من اموال الجمعية وكان رصيد البنك كام مش كان عنا عشرة تلاف دينار تاعم المكتبة كان رصيد عشرة تلاف يكبقى جماعة هنا المكتبة كلفت اتناعش مش عشرة هما ادونا عشرة لكن كلفت اتناعش دفعنا الالفين للزيادة من وين من الجمعين لانه خلص ما ابنا بدي يخلص ندفع الألفين ولا نضعنا واقفين لا خلص مبناء منك براج دفع الجمعية ها itu دفعت من جبتها prima هما ادونا عشرة والمبنى كلفت اتناعش مفتالات كلفتها مش عشرة هناك المثالفة بترجع المثالفات دفع عشرة وكلفت عشرة خلص ما فيش لا ربح ولا فوض ولا عجز هنا لا هنا كلفت اتناعش اعتبرا من وين بدي ندفع الفرج الألفين من جبتنا. اذا هنا هي من حساب المكتب العام الى بنك الجمعية هي بنك الجمعية دفع 1 000 اللي هو الفرق هما ادون عشرة اطناعش اذا فيه 2 000 زيادة في المبنى كلف ما قضاش المبلغ العشرة ثلاثة اذا ندفعهم من بنك الجمعية من المكتب العامة حماننا على المكتب العامة 12000 الى بنك الجمعية 2 000 والله اطلع هنا ايه شوفوا هي المكتبة العامة ما قدش كلفات في المثال هذا عشرة هي المكتبة العامة لكن هنا من وين دفعوا من بنك المكتبة نبلغ هذا لكن هنا نفس القيد هذا نفس القيد هذا هيو المكتبة العامة الفين تمام الى بنك الجمعية الفين هنا دفعناه من البنك الجمعية ناك دفعناه من بنك المكتبة بدناش التصوير الميزانية مش مطلوبة كتير تمام او بدك تصورها ما في مشكل هاي اتنعشر الف هاي المكتبة كلفتنا جديش الفقد العام عنا عشرة اللي هو اللي دفعونا دفعوه المبلغ المدفوع جديش جديش ده ها جديش صارت هاي عشرة ناقص اتنعش تمام اه في عندك بنك البنك هذا بنك المكتبة عشرة بنك المكتبة ناقصنا منه الفين مش اخدنا منه الفين هادا اخدنا منه الفين كديش ضاية تمانية من حساب الاحتياطي الى الفقد العام هادا القيد دك تكتبوه زي ما هنا كنا بنكتبوه هنا بتكتبوه هاي ها من احتياط هاي من المكتبة العامة للإلفاء العام من احتياط المكتبة الى الفاض العام عشرة كله لكن هنا برضك واحد gerekiخ نفس القيد من احتياط المكتبة الى الفاد نفس القيد اللي هنا هناك نفسه بتغيرش بس انا بنكتب القيدة زيادة تمام مثال سبعة بستخدام نفس البيانات المثال اللي فات. هاي الحالة التالتة. تمام? كو جيب لك الحالة. كو جيب مثال خمسة او ستة وسبعة في مسال واحد. هجيب هاد الحالة. هدي. وقول لك ازا علمت ان رقم اتنين. ازا علمت ان كزا كزا الحالة التانية. في المثال. وازا علمت انها رقم تلاتة. في المثال السابق. ازا علمت ان تكلفة المكتبة قدش كلفات تسعة. يا قدونا عشرة كلفت تسعة. ازا في زيادة. هنا في زيادة الف. ها. هدي هناخد هن. هنكسب هن. طيب ناخد من وين بدنا ناخد من بنك المكتبة. وين بدنا نخط المصاري الالف اده. يا قدونا عشرة. كلفتنا جديش. تسعة. ومعطونا عشرة كلفتنا تسعة. ازا في الف زيادة. من بنك الجمعية. اخد. هي اخد الف الزيادة حطنا في بنك الجمعية. من وين اخد? من بنك المكتبة. يجبع بنك الجمعية اخد الف زات مدينة. اخده من وين? من بنك المكتبة. تمام? طبعا هنا مش مطلوبة الميزاني مش مش كلا كتير. طبعا القيد هو هو نفسه. من احتياط المكتب العامل للفائد نفسه المفروض ينكتب هنا. قيد نفس هذا. هذا نفسه هنا نكتب هنا الحالة التالت. تمام? ان شاء الله نتكلم في المسال الجاي عن الاعانات. ايش معنى الاعانات? الاعانات يا جماعة الدولة بعد احيان بتدي نقابة المحاسب نقابة المهندسين. وا 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 وا. بعد النوادي. دعم سنوي. عشرة الاف عشرين الف. هاد اسم اعانة. اعانة من الدولة. دائما الاعانات من الدولة. اما التبرعات قد تأتي من اشخاص او من جمعية خيرية او او او. لكن الاعانة دائما من الدولة بتيجي. تمام? مثال. في واحد اثنين مثال على الاعانات طبعا. في واحد اثنين الفين استلمت جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية اعانات بمبلغ سبع تلاف دنار وتم اداع المبلغ في حساب البنك. ها. اذا هذا ارادة. دائما الاعانات بالنسبة للجمعية لجمعية المحاسبين اراد. زي زي التبرعات زي الاشتراكات زي الرسوم كلها. الاحساب طبعا وين حط المبلغ? حطه في بنك الجمعية. هاي. اعانات تم اداعه في الاحساب مش في الصندوق. في الاحساب الجاري. من حساب بنك الجمعية الى الاعانات. تمام? سبعة تلاف سبعة تلاف. طيب. هنا من الاعانات. الاعانات هذه ارادات. تنقفل. هنا الاعانات ارادات. تنقفل في حساب اسم حساب الارادات والمصرفات. من حساب الاعانات الى الارادات والمصرفات سبعة تلاف سبعة تلاف. طيب. تمام. في التبرعات العينية. تبرعات عينية مثلا واحد بديك اش مصاري بديك تبرع عيني بديك اصل بديك مبنى سيارة اثاث اجهزة معدات او رقم ليه اي حاجة بديك اعنا تبرعات مثال رقم تسع تمام قال لك في واحد ستة الفين وعشر استلمت نادخ خدمات رفح تبرعات عينية بمبلغ عشرين الف ممثلة في الاتي ستة الف اجهزة ومعدات اربعة تلاف دنار مشتريات سبعة سيارة و تلاتة اثاث المطلوب اسبت قيودة لومية بيان اثر ذلك على الميزانية سهلة جدا من مذكورين عنا ايش اجهزة سيارة اثاث استثمارات هاي اجهزة معدات مشتريات هاي استثمارات هاي و اثاث هاي نفسه هاي اجهزة سيارة اثاث مستثمارات قديش مجموحة اجمحن الى مين هدول فا ادعام هدو ايش فا ادعام زي هزي المكتب هدول اجنك من باب الله تبرع من احد الاشخاص تبرع عيني عيني ادوك سيارة وادوك اثاث وادوك استثمارات وادوك اجهزة معدات اجمحن قديش مجموحن عشرين الف دينار طب صور الميزانية هاي الجنب الاصول وهي جنب الخصوم دائما هدول يا جماعة اصول ولا لا الاجهزة والاساس والمعدات والاستثمارات كل اصول هدول هاي حاطتهم في الصول هدول الفاقد العام هدا يعتبر بدي اضاف لرأس المال فاقد عندي فاقد فاقد كرأس ما زي الربح زي الارباح كأنه فاقد بس هده فاقد جاي من الاصول العينية فاقد انه تبرع اصول عينية ايش العينية يعني اصل يعني بتقدر تلمسه سابت تمام فاقد عيني تمام عندك ارادات النشاط الداخلي يا جمال هين عندك فندق عندك نادي عندك صالة عندك اي شيء انت يعني مثلا عندك مثلا عندك نادي النادي في مطعم كفترية في ملعب مش كله ارادات بدخل في صالة في بيعملوا صلاة في النوادي وهذا في مصر موجودة صلاة افراح مش بتدخل كلها ارادات هذا بدخل كلها ارادات ها بدنا نشوف قديش المعالجة المحاسبية مثلا مثلا اجد بيعمل حفل عيد ميلاد بدي تأجر القاعل في النادي بنأجره مش كله ارادات تادي في مطعم في النادي مش بيع اكل وشرب وتذاكر مثلا النادي نادي بده لحضر المباراة في بيبيع وتذاكر للنوادي دخول النادي تمام لحضر المباراة زي مباراة زي مباراة الزمالك الاهل لمباراة برشلونة مش كله هدي بفلوس بفلوس تمام هدي كلها ارادات طبعا مقابل زي لك بده يدفع مصروف الراجل بده يدفع مصروف مش بده عمال وبده نظاف وبده موت تنظيف وبده تمام في واحد واحد الفين قام نادي الشهداء الرياضي بتأجير المطعم لأحد الأشخاص بمبلغ قديش خمس سنة وحصل المبلغ مقدر مع العلم ها هدا مهمة مع العلم بأن قيمة التأمين المطعم تأمين ألف دينار نقدا ها ومدة الإيجار سنة وحدة وتم رد التأمين بالكامل في نهاية العام إيش معنى التأمين يا جماعة الآن لما يجي بده يتأجر تعجره بخمسة بده يدفع كمان ألف تأمين إيش معنى التأمين يعني التأمين لو أجب يعني زي ما أنت بتتأجر محل وفي آخر السنة لازم تسلم المحل زي ما استلمته مش روحوا تخربه وتكسره وتكسر المحل وفيه فحورة وتكسر بلاطه لا بياخدوا منك ألف دنار تأمين وبتفقد المحل إذا والله فيه حاجة خاسة أو فيه حاجة مخربة بيخصموا من التأمين تمام لكن هنا ردوه بالكامل إيش معنى ردوه بالكامل للراجل يعني أخدوا منه أمن أمن عنده ألف دنار فأخر السنة يرجعوه بالكامل أجهوا شافوا المطعم لقوا مش خاسس ولا شيء أدوا أدوا للراجل قالوا تفضل هاي المبلغ مازال مطعم مش خاسس هاي المبلغ تمام مطلوب ويودوا لهمية أول شيء أخدنا إحنا كنادي شهداء الرياضي أخد خمس تلاف دنار نقدا نقدا إيجار إذن واخدنا إيش كمان واخدنا ألف دنار تأمين ها بدك تكتب قيد يا كل قيد لحال يا القيدين مش مشكلة لو لو بدك تكتب كل قيد لحال بدك تقول من حساب الصندوق لحساب إيجار المطعم خمس تلاف خمس تلاف هذا هو القيد وبعدين من حساب الصندوق إلى تأمين الإيجار ألف ألف تمام كل قيد لحال يعني هذا الحال وهذا الحال لكننا عمل لها قيد مزدوج مركب من حساب الصندوق الصندوق أخد إيش أخد خمس تلاف دنار إيجار وأخد تأمين كمان ألف هاي ستة لاف هاي إيجار خمسة وتأمين ألف هاي ستة لاف تمام هذا المبلغ المحصل مقدة طيب هنا الإيجار السنوي خمس تلاف وين بد يقفال ها هذا إيراد إيجار مش مصروف إيراد إيجار أجر الراجل من حساب الإيراد إيجار هاي إيراد هنا التأمين التأمين رد ها جال لك رد التأمين بالكامل نقدا دفع من الصندوق هاي التأمين الصندوق بد يدفع بدينقص إلى الصندوق ألف من حساب التأمين ألف من حساب التأمين إلى الصندوق رد بدين عكس إلى هنا أخدناه هنا أعطناه للراجل رجعناه من التأمين إلى الصندوق ألف ألف تمام لوين أجي تصورت الميزانية سهلا هاي ستة لاف صندوق أخذ السندوق ستة لاف في تأمين رجعناه اللي هو الالتزام علينا للراجل بدين يرجع ألف تأمين هذا كمان عندنا بدين يرجع للراجل التزام علينا دين تمام هنتكلم عن إن شاء الله طبعا عن تشغيل المطعم لو أنه مطعمه بدنا نشغله فيه إلو إرادات وفيه إلو مصرفات فيما يلي البنات المستخرجة من خدمات رفع الرياضي أو نادي خدمات رفع الرياضي والخاصة بنشاط المطعم فيه مطعم في النادي فيه كافترية في النادي بيقدم إيش بيقدمه جماعة مواد غذائية ومشروبات أكله شربه وكوله وكوله هي أربعمية اشترى الراجل اشترى الراجل مواد هو مشطريات للأكل تجهيز للأكل تلات تلاف وسبعمائة وشترى وعندك مصاريف نقل 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 مئة دينار نقل لغراض لما جاب للمحل وجوره عمال دفع عمال ألف وخمسمائة مصاريه متنوعة تلات تلاف باع قدش الباعه باع هذا إراد المبيعات طبعا هنا خلي بالكم هنا إراد المبيعات تمن تلاف دنار وعندك مواد غذائية ومشروبات ضلن لاخر السنة من باعان الشدول كوله وما كوله ومش عارفه في التلاجات ده الخمسمائة دنار المطلوب تصوير حساب المضعم سهل الأمور نشوف الإرادات والمصرفات هاي الإرادات تمن تلاف مبيعات باع هذا جنب الإرادات وجنب المصرفات عندك كمان ضل أخر السنة بدعت أخر المدة بتنحط هنا طبعا مواد ومشروبات تلاتين اتناعاش اللي هو أخر المدة اوح تلاتين اتناعاش أخر المدة هذا وماش أخر المدة هنا وأول مدة هنا دائما كنا بنحطها دائما أخر المدة هنا مدنار طب إيش المصرفات إيش دفع مواد غزائية ومشتريات وناغل وجور ومصري متنوعة كل هدول دفع حنا الرجل كل هدول دفع اجمع تمن تلاف وخمسمية تمن تلاف وخمسمية فائد عام مش صافة ربح لأنه النادي لا يهدف إلى ربح ما يهدف فائد عام فائد عام من حساب تكتب القيد هذا بيقيد من حساب إراد مطعم وين بدين نحط وين بدين نقف لين في إرادات ومصرفات في إرادات ومصرفات هاي الفين وخمسمية الفين وخمسمية تمام هاي مثال 11 مثلا في مهيل البنات المستخرجة من نادي الشهداء الرياضي خلال هاي عندك إعلانات وطابعة تزاكر ومصاريف واجور وإجار كل مصاريف كل هدول مصاريف إيش طب إرادات بيع مأكلات بل في خمسمية وإراد بيع تزاكر بيع إراد ما زال في كلمة إراد إرادات الفين طب المطلوب تصوير حساب إيش حساب المحل هاي حساب المحلات هاي الإرادات هاي آسف المصرفات وإرادات إيش إرادات عندك إرادة مأكلات وإرادة تزاكر هاي الإرادات إيش عندك مصرفات إيجار قاعة وطباعة وتزايا ومصاريف واجور وكذا كذا إيش محد هدول الأكبر هدول أكبر الفين وخمسين وفين وخمسمية ماقص هدول كل هيتهم بطلع هنا الف وخمسمية فائد من الفائد إحساب الإرادات والمصرفات من فائد إرادة المحلات منفاض او ارادة المحلات الى اراداته المصرفات. من ارادة المحلات ارادات المصرفات اللي هي هي الف خمس مين. تمام? طبعا عندك هنا ارادات الاستثمرات. واحد الو والله استثمر عنده فلوس زيادة واستثمرهم في شركتين. استرأسهم في شركة جوال في شركة اي شركة اريدو شركة اي اريدو اي شيء. مثال رقم اطنعش في ميل البنات المستخرجة باستثمرات نقابة المهندسين الفلسطينية اه والتي اه بلغت ارادات اوراق مالية فوائد وداع واردات. بده ثبات قود الومية سهلة. هي من حساب البنك اربع تلاف اللي هي مجموح دول. الى مذكورين. هي ارادات. اراد اراد دائما الارادات الى. دائما الارادات الى. من اراد عقار اراد اوراق مالية قبضو. وقبضو فوائد كمان الف. ازا قبضو الف وتمانمية. و الف ومتين. و الف دينار. تمام هدول كل هن? هي المجموحة. سهلة قيدة ومية محاسبة واحد. طب المعالجة المحاسبية. ليه? المصرفات هده ملغي. هده مش مشكلة يعني. او نشرحه. نعتبر مش ملغي. نشرحه. اشترت نقابة الماء اللي. نقابة الا الطباء الفلسطينية. ايش اشترت? اجهزة طبيب خمس تلاف دينار نقدا. بشيك. نقدا. او بشيك. مش مشكلة. بلا بشيك. خمس تلاف دينار اشترع. اشترع ايش? معدات. يبقى اصول. يبقى من حساب ها الاجهزة الى الصندوق. خمس تلاف خمس تلاف. محاسبة واحد. طب ايش دفعت مصاريف? دفعت انارة خمسمية. هاتف تلات مية. رواتب الف تلات مية دينار. ونقدا دفعت. ازا انا من حسابها المصاريف. قيد محاسبة واحد. انارة هاتف رواتب الى الصندوق. تمام? هذا المبلغ. طب انا نقفل خلي بالك. او خلي بالك بدك تقفل. هدول بدين قفلن. هدول المصاريف وين بنقفلن? في حساب ارادة ومصرفات. هيا. من حساب ارادة ومصرفات الى مذكورين. اقفلوهن. تعقص القيد عن يقفل. تمام? شكرا لكم